سؤال برقم 1630 سأعرضه لكم من خلال التطبيق الألكتروني الموجود على موقع إسحاق الفياض الألكتروني الرسمي على جهاز الموبايل سأخرجه لكم عبر هذا التطبيق رجاءً اعرضوا لنا صورة السؤال 1630 هذا هو السؤال 1630 ما هو رأيكم الشريف وهل آراءه شريفة هذا المدلس الجاهل هذا المرجعي البتري ولكن السؤال هكذا ورد ما هو رأيكم الشريف حول مسألة كسر ضلع السيدة الزهراء صلوات الله عليها الجواب مسألة مسألة معروفة معروفة بين علماء الشيعة معروفة إنه جواب الخوئي الكذاب في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هذا هو الجزء الثاني حينما سأله سأله السائل صفحة 468 وهذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة الطبعة الأولى ألف أربعمية وواحد وثلاثين هجري قمري قم المقدسة إيران الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات صفحة 468 رقم السؤال ألف وستمية وسبعة هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم بحسب رأيه ليس صحيحة وقد جئتكم بكتبه في الحلقات المتقدمة لكن الخوئي المدلس الكذاب هكذا يجيب مقلدي ذلك مشهور معروف والخوئي لا يعتقد بالشهرة أصلا في مبانيها الأصولية لا يعتقد بالشهرة لا من قريب ولا من بعيد يعني هو كذاب أستثنية كذاب لأن الروايات بخصوصي كسر عمر لضلع فاطمة ليست صحيحة عنده وهذا قد صرح به في معجم رجال الحديث وجئتكم بكتابه وقرأت عليكم ماذا قال عن كتاب سليم بن قيس لا أريد أن أعيد الكلام المتقدمة لأن الوثيقة الأصلية لجريمة عمر بحق فاطمة في هذا الكتاب والخوئي لا يقبل هذا الكتاب يضعفه فالروايات ضعيفة عنده هذا الكذب الأول الكذب الثاني يجيب السائل ذلك مشهور معروف والشهرة هو أيضا يرفضها هذا كذب آخر كذاب 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 على نفس هذا المنهج يتحدث إسحاق الفياد السائل يسأله ما هو رأيكم الشريف على أساس الأخ عند آراء شريفة على أساس هو شريف وآراء شريفة هو الدجال مدلس ما هو رأيكم الشريف حول مسألة كسر ضلع السيدة الزهراء الجواب مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الجيعة معروفة بأي وجه بأي وجه هل هي ثابتة عنده أنت تتحدث عن علماء الشيعة عموما وأكثر علماء الشيعة لا يقولون بالذي جرى على الصديقة الكبرى لأنهم لا يعتقدون بصحة كتاب سليم بن قيس ويضعفون ما جاء من حديث في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمام أيضا فأكثرهم على هذا النهج فهذا تدليس مسألة معروفة بين علماء الشيعة معروفة بأي طريقة وهي ثابتة تأريخية يعني لم تثبت من طريق الأئمة إذا ثبتت من طريق الأئمة فستكون ثابتة دينيا ثابتة عقائديا وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها من جهة تأريخية هذا المنطق منطق ضلال هو هنا ينكر أحاديث أهل البيت ويثبت ما جاء في كتب النواصل تأريخيا نحن ما عندنا من كتب تأريخ في المكتبة الشيعية كتب التأريخ هي كتب النواصل بالضبط مثلما أثبت حديث الكساء منهج هذا منهجه هو هذا منهج القذارة والنصب فأثبت الواقعة ولا نجري هل أثبتها بكل التفاصيل التي وردت في أحاديث أهل البيت عبر التأريخ لا أعتقد ذلك فإن التأريخ يثبتها في خطوطها الإجمالية لكن مراجع الشيعة يضحكون على الشيعة حتى لو تحدث إسحاق الفياط بلسانه عن ظلامة فاطمة فإنما ذلك مجارة للواقع الشيعي المباني التي يتبناها هي هذه مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة بأي وجه معروفة أكثر علماء الشيعة يرفضونها يقولون من أن عمر هدد من دون أن يفعل شيء حينما هدد بإحراق بيت فاطمة فقالوا له إن فاطمة في الدار فقال وإن وانتهى الكلام أكثر علماء الشيعة يقفون عند هذا الحد لأن هذا هو الذي ورد في كتب التاريخ عند النواصب التفاصيل الأخرى لا يثبتونها وإذا ما تحدثوا بها في الوسط الشيعي فإنهم يفعلون ذلك مجاراتا للشيعة للضحك على ذقونه مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها لا يجوز إنكارها لأنها ثابتة تأريخيا وإلا إذا رجع الكلام إلى أنها معروفة بين علماء الشيعة فهناك من علماء الشيعة من ينكرها فلا يمكن أن يفرع عليها إسحاق الفياض فيقول فلا يجوز إنكارها وهم علماء الشيعة ينكرونها وإنما فرع فلا يجوز إنكارها على قوله وهي ثابتة تأريخيا ثابتة تأريخيا يعني لا قيمة لها في سوق العقيدة هذا هو منهج المرجئ مرجئ نواصب سقيفة بني ساعد يقولون ما جرى بين الصحابة والعتر هذا أمر نرجئه إلى الله من هنا جاءت التسمية المرجئة من أين جاءت التسمية المرجئة أرجع الشيء أجله تركه فمرجئة نواصب السقيفة بني ساعد هكذا قالوا قالوا ما جرى بين الصحابة وفاطمة ما هذا موجود في صحاحهم من أن فاطمة خرجت من الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر وهي غاضبة على عمار غاضبة على الأمة حينما تكون غاضبة على أبي بكر فإنها غاضبة على الأمة التي نصبت هذا الرجل ما هذا موجود في كتبهم في كتب النواصب في صحاحهم حتى في صحيح البخاري لكن البخارية باعتباره سيد التحريف خفف الرواية فقال إنها قضت وهي واجدة على أبي بكر والواجد هو الغاضب لكن في الكتب الأخرى من أنها خرجت من الدنيا وهي غاضبة ساخطة عليه البخاري أستاذ التحريف وسيد التدليس والتزوير من هنا صار هذا الكتاب الكتاب الأول عند نواصب سقيفة بني ساعدة لأنه الأكثر تدليساً الأكثر تزويراً الأكثر تحريفاً صحيح مسلم أقل تدليساً أقل تزويراً قارنوا بين أحاديث مسلم وأحاديث البخاري هناك فارق التدليس في صحيح مسلم أقل من هنا جاء في المرتبة الثانية عند القوم لا شأن لنا به دينهم له عقائدهم لهم كتبهم لهم هم أحرار فيما يعتقدون وسيحاسبون يوم القيامة ويسألون عن دينهم مثل ما نسأل عن ديننا بس ذول الغبران طائحين الحظ البنجر ليش يتركون أحاديث أهل البيت ويرحون طائحين الحظ إلى كتب أولئك ظلامة فاطمة عقائدية ما هي تأريخية مرجعة نواصبي سقيفة بني ساعدة قالوا نحن نرجع الأمر إلى الله هؤلاء عترة النبي وهؤلاء صحابته يتفاهمون بأنها تموية الله وأله يتفاهم هذا هو الإرجاء 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 هو هذا ولذا يقول إمامنا صادق من أن هؤلاء المرجئ يقولون إن قتلتنا مؤمنون يقولون هؤلاء صحابة النبي مؤمنون وهؤلاء عترة النبي مؤمنون هم يجتمعون معا عند الله ويصفون حساباتهم بياناتهم نرجع أمر خلافهم إلى الله ولذا إمامنا الصادق يقول إن دماءنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة ما هذا هو الذي يفعله مرجعة الشيعة فحينما يريدون أن يثبتوا ظلامة فاطمة يثبتونها تأريخيا وظلامة فاطمة ما هي بتأريخية هي ظلامة عقائدية ظلامة سبحانه و تعالى قرأ تعزيتها على رسول الله في المعراج قبل أن تقع الحادثة هذا كامل زيارات لابن قولوي وطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الثامن والمئة الحديث الحادي عشر بسنده عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لما أسري بالنبي إلى السماء قيل له إن الله تبارك و تعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك فقال أسلم لأمرك يا رب فقيل له هذه أحاديث المعراج حينما اتردوا بهذه الصيغة قيل له الله هو الذي قال له لأن أحاديث المعراج كثيرة تارة تأتي بصيغة أن الله قال له وتارة تأتي بصيغة قيل له من الذي قال له الله هو الذي قال له وأخبره وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويأخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب هذا في المعراج فهل هذه واقعة تاريخية هذا فكر مرجئ ظلامة فاطمة صلوات الله عليها ظلامة عقائدية جاءت في أحاديثهم ورواياتهم لكن مرجعة النجف وهذا إسحاق الفياض أحدهم يثبتها تاريخيا من كتب النواصف أحاديث أهل البيت ما هي بوقائع تاريخية أحاديث أهل البيت إنها وقائع عقائدية إنها حقائق دينية حينما نقرأ في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الكبيرة عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 550 لا أجد مجالا لقراءة كل شيء صفحة 550 من المستدركات التي أضيفت على عوالم فاطمة باستدراك مؤسسة الإمام المهدي نقلا عن كتاب معروف عندنا إنه كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي لعلي بن عيسى الأربلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لفاطمة والرواية من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري النبي يقول لها يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي إنه فقد ومن غاضك فقد غاضني ومن سرك فقد سرني ومن برك فقد برني ومن جفاك فقد جفاني ومن وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني ومن أنصفك فقد أنصفني ومن ظلمك فقد ظلمني لأنك مني وأنا منك قضية عقائدية لأنك مني وأنا منك وأنت بضعة مني وروح التي بين جنبي ثم قال صلى الله عليه وآله إلى الله أشكو ظالميك من أمتي هذا منطق مؤرخي أم هذا منطق عقيدته لماذا يا غبران يا مراجع النجل لماذا لا تفقهون دينكم لماذا تضحكون على الشيعة ليش ما تقعدون وتنشبون والسكتون ولا تتدخلون في عقائد الشيعة أتركوا الشيعة على جهلها بما وصل إليهم عبر ميراثهم العقائدي فبرغم جهلهم عقائد عامة الشيعة أفضل من عقائدكم يا ثولان يا غبران يا كبار مراجع النجل هو يثبتها تأريخيا الشيعة لا يفقهون ما يقول هؤلاء هؤلاء شياطين هو يثبتها تأريخيا لأنه لا يريد أن يثبتها عقائديا فإثباتها العقائدي أن يعترف بصحة هذه الأحاديث وهو لا يريد أن يعترف بصحة هذه الأحاديث لماذا؟ لأنه يتبنى المنهجة الطوسية المرجئية البترية الخوئية القذر هذه هي الحقيقة من الآخر نقرأ أيضا وهذا على سبيل المثال والأنموذج من المصدر نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة هذا حديث تأريخي أم حديث عقائدي واعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي والملائكة يا علي فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها وكذلك ربي والملائكة يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن انتهك حرمتها وويل لمن أحرق بابها وويل لمن آذى حليلها علي وويل وويل لمن شاقها وبارزها اللهم إني منهم بريء وهم مني برعاء ويستمر رسول الله في حديثه حتى يقول مخاطباً الصديقة الكبرى ثم ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي وقد خرجت من الدنيا بحسب كتبهم هم وهي غير راضية عنهم هذا حديث تأريخ أم حديث عقيدة لوين الظلون غبران لوين الظلون غبران ما تقلوا لي شنو مشكلتكم ويا فاطمة عدكم مشكلة ويا شهادة الثالثة وعدكم مشكلة ويا ظلامة فاطمة وعدكم مشكلة ويا شعائر الحسينية وعدكم مشكلة مع صاحب الزمان ليش ما الصلحون مشاكلكم هذه أنت أنت يا أبو محمود يجوز الليلة تموت يجوز باشرة تموت مثل ما الكورونا لفت نسيبك صهرك محمد جواد مهدوي مدير مكتبك يمكن تلفك الكورونا وانت شايب رجليك مدندلة بالقبار جاينا من النجف إلى لندن اتحارب قناة القمر وتحاربني لأني أنشروا حديث أهل البيت وهذا هو موقفك من حديث أهل البيت جاهلون بعديث أهل البيت منكرون لحديث أهل البيت أحسن لك هالشكل أطيع حظك بهذه البرامج أمام الناس ليس أنت كنت قاعد أو منشب بالنجل إش جايبك لهنا وخليهم غطايا هالجيفة لا تكشف أنه مغطأ فلربما كشفت جيفة وهذا جزء من جيفتك يا أبا محمود يا وردة الكتاب الذي بين يدي هو فرائد السمطين لمحدث سني إنه إبراهيم الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن الهجري هذا هو الجزء الثاني والطبعة طبعة دار الحبيب إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري قموا المقدسة هذه الطبعة بتحقيق محمد باقر المحمود ينكره السنة ينكرون هذا الكتاب هو من كتبهم فماذا تتوقعون هل أن المجرم يصدق ويقر ويعترف بوثائق جريمته هذا إبراهيم الجويني الخراساني سني شافعي مذكور في كتب التعريخ لا شعن لنا بهم من كتبهم صفحة 34 رقم الحديث 371 بسنده بسند الجويني الخراساني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إنها رواية طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يقول ويحدث عن الذي يجري على أهل بيته يتحدث عن أمير المؤمنين ويتحدث عن فاطمة أذهب إلى موطن الشاهد عن رواية طويلة صفحة 35 النبي يقول عن فاطمة فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة إلى آخر حديث رسول الله هذا من كتب السنة من كتب المخالفين فرائد السمطين ينكرونه فلينكروا ما يريدون أن ينكروا هو من كتبهم مثل ما ينكرون الإمامة والسياسة للدينوري هو من كتبهم لأن في الكتاب حقائق لا يريدون الاعتراف بها الكتب التي من كتبهم تشتمل على الحقائق ينكرونها وهذا من جملة الكتب التي ينكرونها مع أنهم يعلمون يقينا هذا الكتاب من كتبهم وهذا السند من أسانيدهم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فمثل فمثل هذا السند شائع في كتبهم مع التفاصيل التي تسبق هذا السند أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل السند الكتاب من كتبهم فالنبي فالنبي هكذا يقول فتقدم علي فاطمة محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة هذه المضامين موجودة في كتب الحديث عند النواصب عند مخالفي العترة الطاهرة فالنبي وذول غبران النجف هكذا يتحدثون حينما يقول وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها من أي جهة فلا يجوز إنكارها هل هذا حكم شرعي فهذه القضية ما هي بقضية فتوائية في مستوى الطقوس هذه قضية عقائدية فإذا كانت قضية عقائدية فنحن لا نعتمد التأريخ في إثباتها وإذا لم تكن قضية عقائدية وكانت قضية تأريخية مثل ما يقول فما معنى فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها من جهة إعلامية مثلا من جهة علمية من باب الأمانة العلمية وهذا ما دخله في العقيدة وفي الدين هؤلاء يضحكون عليكم ما معنى وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها لأن قوله من أنها مسألة معروفة بين علماء الشيعة هذا كلام مجمل وهذا كلام مضلل فهذه المسألة ليست ثابتة عند علماء الشيعة الثابت منها ما أشرت إليه من أن عمر هدد بإحراق بيت فاطمة فقالوا له من أن فاطمة في البيت فقال وإن هذا الذي عليه أكثر مراجع حوزة الطوسي بقية التفاصيل إما أنهم ينكرونها أو يتوقفون عندها أو يثيرون الشكوك حولها أو أنهم يسكتون عنها أو أنهم في الحقيقة لا يعتقدون بها وإنما يقولونها مجارة لعامة الشيعة هذا هو واقع مراجع الشيعة المرجعة أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء أما إسحاق الفياض يقول هنا وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها من المراد هل هي عقائدية فلماذا تقول من أنها ثابتة تأريخيا إذا كانت القضية تأريخية لماذا لا يجوز إنكارها هذا الموضوع لا يبحث في الدائرة الشرعية وإنما يبحث في الدائرة العلمية هذا كما يصدرون القوانين في معاقبة الذين ينكرون الهولوكوست مذابح اليهود أيام النازية هل هذا الكلام كهذا الكلام لا أدري لا معنى له مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة من مراد من ذلك هذه مسألة مضللة وهي ثابتة تأريخيا حديث أهل البيت ما هو بمستند تأريخي يعني أن أحاديث أهل البيت ليست ثابتة عنده وإنما ثبتت الواقعة تأريخيا من جهة كتب النواصب فلا يجوز إنكارها هذا الحكم يفرع على الثبات التأريخي لا معنى له إلا أن يكون للضحك على ذقون الشيعة أو أن الرجل جاهل لا يفقه عملية استنباط الأحكام الشرعية لا معنى لقوله فلا يجوز إنكارها تفريعا على قوله وهي ثابتة تأريخية هو لم يثبتها عقائديا لم يثبتها دينيا بل قال كلاما مضللا ومضللا مسألة معروفة بين علماء الشيعة في أي حد في أي تصور وهناك الكثيرون الذين ينكرونها هذا الجواب إما أن يكون تدليسيا وإما أن يكون جواب جهل صادر عن جاهل غبي إلى أبعد الحدود هذا إما تدليس وإما جهل الخيار لكم مجريات حياة محمد وآل محمد مجريات عقائدية قرأت عليكم من كتاب عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق قرأت عليكم رواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من أن الذي من الشيعة قطعا يجهل ظلامتهم ما جرى عليهم فهو شريك لظالمهم في الذي جرى عليهم يعني الذي يجهل ما جرى على الصديقة الطاهرة من تعذيب ورفس وسب وضرب بكل الوسائل المتاحة عندهم إلى أن قتلوها قرأت عليكم من كامل الزيارات الله هو الذي يقول هذا الكلام قيل لمحمد في المعراج من الذي قال لمحمد في المعراج الله هو الذي قال له من أنها ستضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب الذي يجهل هذا من الشيعة هو شريك لهم هذه قاعدة عقائدية بينها لنا إمامنا الباقر أنا لا أستطيع أن أكرر كل الكلام المتقدم تذكروا هذه الكلمة إمامنا الباقر وضع لنا هذه القاعدة من أن الذي يجهل ما جرى عليهم من ظلم من شيعتهم فهو شريك في ظلمهم هو مشارك في الظلم مع الذين ظلموهم هؤلاء يشاركون قتلة فاطمة هؤلاء حالتهم أسوأ يقرؤون أحاديث أهل البيت ويعرضون عنها وإذا ما أرادوا أن يثبتوا شيئا بهذه الطريقة الضالة ما المراد من أن الأمر ثابت تأريخيا ما علاقتنا بالتأريخ هذه قضية عقائدية إذا كنا في حالة نقاش وجذال مع النواصب ونريد أن نثبت لهم من خلال كتبهم تلك قضية أخرى أما ظلامة فاطمة فهي جزء من عقيدتنا الذي لا يعرف ظلامة فاطمة مثل ما جرت عليها كيف سطروها على وجهها على عينها كيف نبت المسمار في صدرها كيف كسروا ضلعها كيف عصرها بين الباب والجدار وكان طويل القامة عظيم الجثة لما أحس هو يقول لما أحس بفاطمة وراء الباب ماذا فعل وضع ظهره على الباب وضغطها بكل قوته وهي حامل فأسقطت محسنا لقد رفست فاطمة أكثر من مرة وأمر قنفذ بعد أن أخذ أمير المؤمنين إلى حيث أبي بكر وخرجت فاطمة خلفه فأمر عمر قنفذ أن يعود إليها كي يلفعها بالسياط حكاية طويلة طويلة أميراً الذي لا يعرف ما جرى على فاطمة شريك للذين ظلموا فاطمة للذين قتلوا فاطمة ما أنا الذي أقول الباقر الذي يقول دعكم من هؤلاء الثولان هذا حديث الباقر الباقر هو الذي يقول الذي يجهل قطعاً من الشيعة هذا الكلام لا يوجه للبوذي ولا للهندوسي ولا للمسيحي ولا لليهودي هذا الكلام يوجه للشيعة للذين يقولون إننا شيعة الذي يجهل منهم ظلامة محمد وآل محمد وظلامة فاطمة فاطمة في العناوين الأولى العنوان الأول إنها القربان الأول بعد محمد أهل القربان الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ولكن برنامج القرابين بعد محمد القربان الأول فاطمة الذي يجهل ما جرى عليها شريك لظالمها شريك لقاتليها وهؤلاء يحاولون أن يشككوكم في ظلامة فاطمة ما معنى أنها ثابتة تأريخيا معنى ذلك نحن لسنا ملزمين عقائديا بها هذا هو المرد أما فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها بأي معنى لا يوجد معنى شرعي هنا ولا يوجد معنى عقائدي هنا إذا كانت القضية تأريخية سيكون الحديث عن أمر علمي عن مسألة علمية وهذا أمر خارج بالمرة عن إطار الدين والعقيدة النبي صلى الله عليه وآله في حديث الكساء اليماني الذي يضعفه إسحاق هذا والخوعي والسيستاني والبقية لما جمعهم تحت الكساء اليماني الفاطمي في بيت الصديقة الكبرى ماذا قال قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعني هذا اللحم وهذا الجسد الذي مزقه المسمار وهذا الوجه الذي صطر بتلك الصطرة المؤلمة هذا وجه محمد هذا اللحم محمد هذا دم محمد هذا المسمار الذي اخترق صدرها هذا المسمار اخترق صدر محمد اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمهم إلى آخر ما جاء في حديث الكساء اليماني هذا منطق تأريخي أم هو منطق عقائدي ظلامة فاطمة ضرورة عقائدية آل محمد حدثون عنها كثيرا وفرضوا علينا أن نعيشها أن نعيشها أن نعيشها هذه الظلامة أما هذا الهراء الذي لا يعرف رأسه من ذيله هذا هراء نجفي حوزوي لا أقول بامتياز بقذارة والسائل يسأله ما هو رأيكم الشريف ما هو رأيكم الحقير ما هو رأيكم الوضيع ما هو رأيكم القذر هذا هو رأيه القذر من أنها ثابتة تعريخيا فلا يجوز إنكارها ظلامة فاطمة ظلامة عقائدية هذا منطق مرجئي مثلما مرجئة نواصبي سقيفة بني ساعدة يقولون نترك الأمر إلى يوم القيامة نرجئه فهؤلاء أيضا يقولون عقائديا نرجئ الأمر نقول إنها تأريخية بالضبط هو هذا منطق المرجئ ظلامة فاطمة قضية عقائدية مركزية هذا يعني في أحسن أحوالي مضرط هذا 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 المرجع الأعلم هذا المرجع الأعلم الذي حدده لنا السستاني ما هو السستاني الأعلم والأعلم يحدد الأعلم والأعلم يكون مضرط هذا هو الواقع الشيعي من أم دال هذا الواقع نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر